أسطورة ثمنتعش الأسطورة الثامنية الثامنة عشرة الوؤية الصادقة كفلق الصبح فأين ربكم الأمرد الوؤية الصادقة كفلق الصبح فأين ربكم الأمرد عندي شواهد عديدة نذكرها إن شاء الله أولا والشواهد الأول البخاري التفسير سورة العلق يقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤية الصادقة في النوم إذن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الرؤية الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه خلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه أي يتعبت فيه الشهاد الثاني مسلم الإيمان والبخاري بدء الوحي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤية الصادقة من الظوية الأخرى الرؤية الصالحة إذن كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤية الصادقة الرؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه إذن التفت جيدا الرواية الأولى ماذا قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤية الصادقة في النوم الرواية الثانية ذكرت السيدة عائشة عنوان الوحي قالت أو ماذا قالت في الرؤية الثانية كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤية الصادقة إذن رؤية النبي الصادقة الصالحة من الوحي هذا نص السيدة عائشة رضوان الله عليها التفت جيدا أيضا أنه أسسنا بأن خط الصحابة خط أم المؤمنين عائشة غير خط التوحيد التيمي الأسطوري الخرافي وهل ليس عندهم المهم الخليفة الأول أو الثاني أو الثالث أو حتى معاوية وباقي الأمراء من بني أمية وآل مروان لا ليس هذا هو الغرض الغرض عندهم هذا التوحيد الأسطوري الجسمي الخرافي هذا هو المهم عندهم هذا هو الذي يقتلون عليه هذا هو الأصل والأساس وهذا هو منبع التغرير بالناس تحت هذا العنوان ما أحلى وما أروع وما أقدس عنوان التوحيد وما أردأ وأسوأ وأقبح وأكثر عنوان ومن عنوان الشرك شرك إذن توحيد مقابل الشرك فكيف لا يهتم هذا الذي يعتقد أنه واحد كيف لا يهتم لقتل الآخرين وذبح الآخرين وسفق دماء الآخرين إذن لاحظ في كل الخطوط التاريخية الفقهية الأقائدية في خط التوحيد وهو الأساس عندنا خط الصحابة وأهل البيت سلام الله عليهم وعندنا في المقابل خط التيمية خط المكثرين خط الدواعش خط التوحيد الخرافي الأسطوري الجسمي علينا أن نميز بين هذا وهذا نميز بين خط الصحابة والخط الأموي التوعيدي الجسمي الخرافي التكفيري التيمي بالتأكيد لأنه هو الأساس هو المنظر لهم المورد الثالث أو الشهاد الثالث البخاري التفسير العلق عن عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤية الصادقة أو الرؤية الصالحة الرؤية الصادقة الرؤية الصالحة جاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم أيضا واي واي شاهد ومضح المورد الرابع الشهاد الرابع أيضا البخاري التعبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح فكان يأتي حراء فيتحنف فيه قال ابن عباس فالق الإصباح يريد هذا البخاري والراوي أتى بهذا المقطع عن ابن عباس لتفسير ما ذكرته السيدة عائشة يقول تقول مثل فلق الصبح يقول قال ابن عباس والرواية في البخاري قال ابن عباس فالق الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل هل يوجد شك في ضوء الشمس بالنهار هل يوجد شيء في ضوء القمر بالليل لا يوجد شك فبهذا اليقين بهذا الوضوح وبهذا اليقين وبهذه التمامية وبهذا العلم والجزم والأطمئنان واليقين تتحقق الرؤية كما قالت السيدة عائشة فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح أقول فأين رب التكفيريين الشاب الأمرد من فلق الصبح كضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل أقول فأين رب التكفيريين الشاب بالأمرد من فلق الصبح كضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل فهل ينكر تيمينيه هذه الاحاديث الصحيحة ويسقطونها حتى من مسلم والبخاري او انهم يعترفون ويقولون بانهم على نهج شيخهم ابن تيمينيه يقولون ويصرحون ويؤكدون انها رؤية حقيقية في العين في اليقظة ويصرحون ويؤكدون ان رؤية الرب الشاب بالامرد الجعد كانت في اليقظة وعبثا حاولوا انكارها هل سيقولون بهذا هل يسقطون الروايات حتى من مسلم والبخاري او انهم سيلتزمون بما التزم به شيخهم ابن تيمين وباقي ائمة التوحيد الجسمي الخرافي ابن تيمين ومشايخ ابن تيمين وامة ابن تيمين اذن محاولة القول بانه في المنام في المنام في النوم لا ثمرة فيها في التدليس والخداع وحرث الانظار والافكار عن الاصل عن الاساس عن الفساد في التوحيد الاسطوري ونحن ذكرنا سابقا قدنا اي تمثيل اي تشبيه اي جسمية فهي غير مقبولة لا عقلا ولا شرعا سواء كانت في المنام في اليقظة في حالة المعراج او في الاخرة او في اي وقت من الاوقات لا فائدة في هذا المكر والخداع في طرح الامور وسيأتي كلام ان شاء الله يتعلق به هذا الامر